السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجب ان اتفكروا ويجب ان اتفكروا ويجب ان اتفكروا بكل احترام هذا هو المهم والافضل المهم اليوم هو موضوع مولة الصالون لمؤخرا البارح المهم على ما يروج بانه جات عندها شيء لدار ويجب ان اتفكروا لدار وفي الفيديو والشارت شيء واحد ويجب ان اتفكروا ومن الشرطة والنها المهم الاخت الشرطة وكرت وان اخبرت الحق الله سوف نقول اعلم بأنه لا يعمل المهم اولا وقبل كل شيء هي هاد الانسانة اللي مشت عندها للدار ماشي محقها صراحة نحن الحق نقوله مهما كان رأيي في هذه القناة مهما كنت نشوف اه شنو كين في هذه القناة المهم احنا بعيدا عن المحتوى وبعيدا عن هذه الشخصة شنو وتكون مزيانة او خيبة اه هذا موضوع اخر انا ما نهضر على هاد الاخت اللي تهجمت علي هاد الدار فهذا ماشي ملحق ماشي ملحق تمشي عد بنادم الدار ديالو وتهجمي عليه لانا راكا تبقى كيبقى الانسان معيش في الامن على هذا الحاساب يعني باش تمشي توقفي على واحد الانسان قالت في دارو يجي واحد تهجم عليه راكا تجي شوية قاسحك تجي شوية صعيبة يعني ماشي من القانون كيف نقوله وكان قول عود تاني اه الى كانت بيناتهم كانت بينكوا وبينها شي مشكل كين القانون كتبقى تقولي شنو دارت لكتسيدة لي نفرد لي نفرد كان بينكوا وبينها الله اعلم ماشي ما هذا المشكل المهمة بتوصلش درجة الانسان يمشي عند واحد اه الدار ديالو يعايرو ولا يغووت عليه ولا لكيسي يا كما اذا ما حال ما يخصوش يمشي يعني كنقوليكم كيف ممكن هذا الشخص نحن باش نوضح الأمور كان بينكوا بينها شي حاجة لجئي القانون اختي لجئي القانون قول لي موديها هدرت لي و هدرت لي و هدرت لي و هدرت لي و لعندك شي بروف و عندك شي برهان عليها بأنها دارت لك شي حاجة اللي خلاتك تصرفي هذك التصرف فمن حقك تلجئي القانون يعني ماشي تديري كيف كان قولو تديري الشرع ديالي الدك لأنها ماشي من الحق صراحة قد يكون عندك ما تبغيش ليهكك يعني الإنسان يتهجم هكك و و يعيره ولا يغوت علي ولا ماشي من الحق الصراحة نقولها فلهذا نقول و كان وجهة المولات السالون تاهية كان قولها لك كان عندك شي مشكل معاصر في الأمور ديالك و حاولي تبعد عليك الشبهات وتبعد عليك المشاكيل احاول انك بلية بزاف الناس يعيروها و بزاف الناس يعرضوها و بزاف الناس يعرضوها مع انها عندها متابعين لا احترم كل واحد ولكن لا احترم الناس اللي يقدفو وخي يكونوا بالحق اشتي بالحق انا لست مع القدف و مع السب و مع يعني انسان يجي تهجم عليك انا ممتفق عش ولو يكون هذا الشخص غالط لانك نقول انسان يلجأ للقانون اللي عنده مشكل مع شي واحد يلجأ للقانون مش يدير شرع يده لانا لادرنا كاملين كان بناتنا مشكل لأي حاجة ودرنا شرع يدنا رغت بولي غابة يعني غنو اللي عايشين في غابة ما غنبقوش حسن بالامان وحنا في الضيور دياننا ولكن غنقول انا غنحلل تحليل ديالي غنليكم حلل مفتش كونان انا غندير تحليل ديالي وغادي نرجع ما غنعطيهش الحق وغادي نقول ما غنعطيش الحق بان ندير له هكك كنقوله ربما كين شي حاجة تمه لان ما يمكنش انسان يجو يتهجم عليك شي حاجة كين تمه خاصك انا ما عارفاش لو اعلم انما خاصك تحلي المشاكيل ديالك مع الناس وحاولي حاولي تفادي المشاكيل لانها بلية بزاف بزاف هاد الشي زعمت صراحة وهاد الشي اللي غادي نقول في هاد الموضوع يعني الانسان را ضاربة الشهرة كتكون صعيبة واكترية الشهرة اللي تتكون تبعها للغاية وتبعها المشاكيل وكل شي كي يغوت في السماء وفي الارض ولكن هناك سبب لان ما يمكنش الناس يكونوا ضدك بزاف الناس يقدر يكون واحد ولا جوج حاسدك كيف ما نقوله واحد جوج تلا تقع يكون تهضرهم الحاسد او تكون شي حاجة كتدخلهم يعني هما يعيروك بانهم من جانب الحاسد هادي نقوله كينين الناس كينين ولكن مني كان شوفو يعني بزاف الناس كان شوفو بزاف الناس يعني انا كنشوفو بزاف الناس يعني انا كنشوفو بزاف الناس كي يصيفتلك تعاليق خيبين فهذا كنقول صلح يا اختي صلحي لعندك شي حاجة ولا حتي الناس كيعيروك فصلحي صلحي هادك شي او خور جيب واحد الفيديو او ما تبقيش تديري شي حويش لي ما تتعجبش الناس او تستفزهم لان انتي اولا قبل كل شي عطيت حياتك للناس يعني انتي فردت حياتك على المشاهد يعني اي حاجة درتيها معجباتهم جدروري غينتاقذوك مني انا ومن الاخر من الاخر من الاخر فليهذا كنقول لك حاولي ما تديري شي حاجة اللي غادي الجمهور ينتاقذك فيها او المشاهد ينتاقذك فيها حيث ابن هذا ما كيجيش وينتاقذ هذه وحده ولكن انا كنقول دائما الانتقاد خاص يكون بناء ناصيحة تكون بناء ماشي بمعيور يا فم سلوغي يا فم مكعوجيا انا ما متفقش مع هادشي مع انني ما نقولش انا من المتتبعين ديالا او من المعجابين ديالا لان انا تعجبني واحد الانسان اللي عنده محتوى مفيد من جانب المحتوى انا ما تعجبنيش المحتوى ديالا صراحة انا متنقولش هادشي باناني ضدها وانما كنقول الواقع ما انا بعدما كيجيني المحتوى ما 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 فيشي حاجة نستفد منا انا صراحة الله وغانقول سمحوا لي احليت الباب وغانقول رأيي بكل صراحة انا مشي غرع لي اعلى بزاف القنوات وهي تاهي واحدة منهم اللي كيستغلوا بانهم يعني يطلعوا ما شاء الله انا والله انا ما كان نظرش وربي فق مني والله ما لا اتكلم من جانب الحسد ما عنديش علش نحسد حيات سهل باش تطلع غير وكك سهل باش تطلع المهم اللي غنقول هو أنه تفادى تفادى المسألة ديالا جيفوي هذه وحدا هذي نقطة لي ما كنتعجبنيش فيك في القانت ديالك وفي ذلك الشي اللي كتديره وفي بزفت القنوات أنا ضد هاد المسألة أنا ضد هاداك الشي دي اللي تاخدوا الفلوس ما عند القنوات باش طلعوهم هادي ضدها هادي وحدة اللي أنا كنعارضك فيها شي حاجة أخرى لاجينا نشوفه رانتي نواور على بعض القنوات اللي غنقوله انتي ركي نواور على بعض القنوات لاجينا على المحتوى كما كان الحال ما كتديرش ما كتديرش يعني بحال بزفت القنوات شي حاجة أخرى هي حياتها شغولها هاداك المهم هي نواور على بزفت دي القنوات اللي كينشروا لنا الرديل أو كينشروا لنا الفحشاء والمنكر مهم أخواتي بحال كيف العادة درت معاكم في الزنقادة بطلعت الخدمة ديالي غنكمل معاكم الموضوع كانت منا تشاطروني الرأي تنتمو كل واحدة تعطيني الرأي ديالها وهذا ما كان أنا أنا ماشي ضدها شخصيا ما عندي تشي مشكيل مع تشي تشي يوتيوبر يعني اللي غنقول أنا ضدها ولا نقول فنا أنا فعلا نو أنا كان ننتقد المحتوى وذك الشي اللي كيدير بنادم نيماس نيماس يعني ما عندي مشكيل مع تشي وحدة ومتيعجبني الشي حويش كيديرهم ونخصن بما أنني تأنا عندي قناة وتأنا خصن نعطي الرأي ديالي والرأي ديالي في المحل دياله ماشي غن نفوته كله وكان رأي ما عمركم تشوفوني فيتة الدرجة كيف تقولوا وهذا لا يعني أنني ضدها شخصيا أنا ما ضدت واحد والله يسهل على كل واحد والله يكمل على كل واحد واللي عنده الله يعطيه واللي ما عندهش الله يعطيه واللي عنده الله يزيده وما عندنا تحد ما حسدنا حد مواله إنما كنشوف الإنسان بأنه تيديروا حد الفيو بأنه كيكونوا تيديروا هات شي ديال تيدلعوا 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 القنوات ديالهم أنا كنت لكم وكهربت وكهد الموضوع صراحة اللي ضرني في الراس ديالي ما نكذبش عليكم بكل وضوح ما كيعجبنيش كييدلعوا القنوات ديالهم وكيمشي وكيستغلوا القنوات الصغيرة اللي تهم ما عندهم يد في هادشي لأن هذاك شي كيبقى الغلط ديالهم ماشي غا نحمل مسؤولية غير هاد صحاب القيبوين لا تالي كيمشي والقنوات اللي كيمشي وكيعطيه فلوسهم تهم ما كيتحملوا مسؤولية مادام مشيتي عندها ودات لك فلوسك وما أطلع لك من نواله فأنتي أختي اللي متحملة المسؤولية ديالك والغلط ديالك انتي قبل من أي حاجة ولكن لهذا كنقول ما تستغلوش ما تستغلوش الناس تكونوا قنواتكم طالعين أنا ما كنقولش اللي را طالعين بالأرقام صراحة لأن كين القنوات اللي تبارك الله ما شاء الله عندهم محتوى زوين ومحتوى هادف وما طالعينش فليهذا ما عنديش قناة فيها مليون ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة وتعشرة وغنسميها قناة كبيرة انه انتوما قنواتكم كبر بالأرقام أما القناة الهادفة اللي وخي يكون فغير واحد تابعة فهديك هي اللي غنسميها قناة كبيرة لأنه عنده محتوى هادف ومحتوى زوين وخاطي المشاكل وخاطي المصيبات اللي كحلا خدام بنادم على رأسه وغاديك يعطي الناس الموفيد ما كيعطيش الناس واحد الحاجة شغيفيدني أنا بمخاسمة معفلانة ولا مضاربة معفلانة شنو غنستفد أنا يلا عطيني شنو غنستفد غنستفد غير غير تعطيني تاقة سلبية وغادي تعطيني تانا تانا غادي نكون معاك في المعصية وغادي السيئات لأنني تانا غادي نبقى مدم أنا كتعجبيني انتي غادي نبقى نعير أنا في ذك فلان وانا ما عارفة شنو المشكيل وغادي نبقى تانا دي معك السيئات هادشي غا ربح ما غا ربح ولو يعني أنا ضد هاد المحتوى اللي كيكونهك ماشي ضد الشخص أنا ضد المحتوى اللي كيكونهك ولي كيعطي المشاهد شي حاجة اللي ما غادي نفعه التحاجة أخوات اللي كيتدخلوا يعني تكون مشكيل يوتيوبور مع شخصة ومع مما مع خالتها مع عقوز مع لوكيسية اللي كيتدخلوا في هذا الشي هما ما عارفينش الأساس خاصكم تسمعوا الجوج وما تجيوا لمن هذا لمن هذا لأنه تنتوما كتدوا الدنوب معهم كتدوا السيئات لأنهم كتدربوا في الجلد لا ديال هادي لا ديال الأخرى كتدربوا في الجلد ديالهم كتدوا دنب عظيم ما عارفينش تما بالحساب دياله انتوما كتدوا دنب واحد الإنسان وتما ما عايشينش معهم ما عايشين لا مع هذا لا مع الأخر وأقول مرة أخرى أنا ما كنحكم على التشي واحد اللي على هذا واللي على الأخر ولكن كنقول اللي كنشوف المحتويش نو كيدير الواحد يعني كنشوف هذا وهذا هذا اللي كين ومازال نهضر معكم في هذا الموضوع هذا تن إن شاء الله نكون يعني قالسة ونهضر معكم مزيلا فيه أنا أعطيت رأيي في هذا الموضوع ديال اليوم إن شاء الله نهضروا موضوع آخر إن شاء الله بكل أدب واحترام وكانت معكم منبع السعادة ومنبع الهورمون ديال السعادة وجدر ديال السعادة أم زكريا أحبكم في الله كتيرا ومرحبا بكل اللي غد يعارض الكلام ديالي مرحبا ولكن بكل أدب واحترام هذا مكان مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله